بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم؟ عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله والتاني مرة من منطقة كورتلوش التابعة لبلدية نيليفر علشان كل المتابعين اللي سألوني عن منطقة الفيليات والبيوت المستقلة النهاردة هنعمل جولة من داخل منطقة كورتلوش مرة تانية وكمان هنعمل جولة بالأوتوبيس لكن هيكون موضوع الفيديو النهاردة عن الإقامات وبعض كده الأمور اللي بنحب نوضحها علشان كل اللي بيفكر إنه هو ييجي تركيا في الفترة دي يلا بينا مع فيديو جديد وجولة جديدة من جولات مصرية في بورس المنطقة اللي أنا موجودة فيها دلوقتي في الفيديو دي منطقة كورتلوش كنت عملت قبل كده فيديو عنها هيظهر دلوقتي في الآي اللي موجودة في أعلى الشاشة وهيبقى كمان موجود لينك في صندوق الوصف لللي حابب يعرف معلومات على المنطقة بعض المتابعين قالوا لي عايزين نشوف منطقة الفيديو فحاليا أنا بصور لكم منطقة الفيديو ممكن تتفرجوا عليها كده طبعا أنا مش هتكلم تاني عن منطقة كورتلوش زي ما قلتلكم أنا تكلمت عنها قبل كده لكن أنا هتكلم في موضوع تاني وهو موضوع الإقامات السياحية في تركيا وكمان توضيح بعض الأمور بالنسبة للإقامة العقرية طبعا الكلام دلوقتي كتير جدا على السوشيال ميديا بالناس كتير بتتكلم يقولوا الإقامة توقفت واللي يقول لك غير كده يبقى نصاب ويبقى حرامي وكلام بالشكل ده لا الإقامة السياحية ما توقفتش والسيستم لسه بيقبل أن تدخل عليه الإقامة السياحية لو الإقامة السياحية اتوقفت كان السيستم خلاص ما ينفعش أن احنا ندخل عليه أي بيانات أو أي طلب للحصول على الإقامة السياحية من كام يوم عملت فيديو لتوضيح قرارات السيد وزير الداخلية التركي بخصوص الإقامات سواء الإقامة السياحية والعلاجية والطلابية وفسرت فيه مضمون القرار كان بيتكلم عن إيه لكن فيه ناس فهموا لما أنا قلت أن لا الإقامة السياحية ما توقفتش أن الأمور تمام والأمور ماشية عادي أنا هختصر لكم الموضوع في نقط علشان تبقى الأمور واضحة أولا الإقامة السياحية ما توقفتش لكن كمان نسبة القبول فيها 5% أو أقل تمام؟ يعني نسبة الرفضة عالية جدا جدا حاجات ممكن بيطلبوها أو شروط اللي بيطلبينها لازم لبقى مستوفينها كلها ومع ذلك ممكن الموظف برضو يرفض لرؤيته وقلنا الكلام ده كتير أن هنا في تركيا الموضوع بيختلف من موظف لآخر يعني فيه أماكن تقفل فيها الإقامات تماما لأن نسبة الأجانب فيها تعدت النسبة اللي هم فرضوها واللي هي كانت 25% في القرار القابل الأخير القرار الأخير نسبة نزلت لـ 20% وفيه أماكن تقفلت خالص أمام الإقامة ودي طبعا لو إحنا اشترينا فيها أو إحنا أجرنا فيها هتترفض الإقامة يبقى دي كمان سبب للرفض إن إحنا نشتري أو نأجر في مكان مقفول عليه الإقامات للأجانب إحنا علشان دلوقتي يتقبل طلبنا الأفضل إن إحنا نبقى عاملين حاجة من اتنين يا إما نشتري شقة في تركيا بقى أقل من 50 ألف دولار أو بقى أقل من 75 ألف دولار يعني بأي مبلغ عادي اللي إحنا نقدر عليه وناخد عليها إقامة سياحية لمدة مثلا 6 شهور لمدة سنة على حسب الولاية ما بتدي أو حسب الموظف اللي مقتص بالموضوع ما حيدينا برضو حسب وجهة نظر لكن طبعا إحنا ما ينفعش إن إحنا نبقى شارعين شقة في تركيا ومش حيدينا عليها إقامة إلا إذا إحنا قلنا اشتريناها في مكان مقفول عليه الإقامات أو في حاجة غلط في ورقنا ولازم مع شيرانا الحاجات الشقة برضو يبقى كل الأوراق اللي مطلوبة مستوفية وهسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف اللي فيه شروط الإقامة السياحية الجديدة الحاجة الثانية اللي نعملها وتخليه تقوي موقفنا في إنهم يقبلوا الإقامة السياحية هي تأسيس شركة هم دلوقتي بيشجعوا على الاستثمار فإحنا دلوقتي لو إحنا جايين وبنأسس شركة ممكن مجموعة من الأشخاص مثلا خمسة مع بعض مثلا يأسسوا شركة أو يعملوا شركة مثلا ده معناه إحنا هنا وبنقول بنحط في النشاط إن إحنا مثلا بنشتغل في الاستراد والتصدير مثلا في أي حاجة يعني ده بيشجع برضو على إن هم يوافقوا لإن معناها إن فيه سبب قوي إن حضرتك بتشتغل هنا في تركيا حضرتك جاي بتعمل شغل فبالتالي لازم إن هم هيدوك إقامة فدي من الحاجات برضو اللي بتأول موقف حيث تأسيس الشركة أنا طبعا ما بفهمش في موضوع تأسيس الشركات ممكن تسأله أي حد يكون بيشتغل في الموضوع دوت عن التفاصيل لكن دي من الأسباب اللي هم بيدووا علشانها الإقامة السياحية لإن حضرتك بتأسس شركة هنا مو بتشتغل هنا هل ممكن يرفضوا بعد ما نأسس شركة ممكن برضو لرؤية ليهم برضو تمام لكن إحنا بنعمل اللي هم يعني الحاجات اللي بتقوي موقفنا وتخلي نسبة الرفضة يقلب كتير بالنسبة تمام يبقى لإما نشتري شقة بقى أقل من المبلغ وهناخد إقامة سياحية عليها إن شاء الله أو إن إحنا نعمل تأسيس شركة بالنسبة للناس اللي مثلا موجودة في إسطنبول حاليا بلاش تنقل مثلا عايزة تروح تقعد في ترابزوم في سامسون في أي حتة دلوقتي بالنسبة للإقامة السياحية بلاش لأن دلوقتي الإقامة السياحية لما بتيجي تنقل من مكان لمكان بيعتبروك أن أنت جاي لأول مرة وبيبتدوا أن هم يفردوا عليك نفس الشروط اللي إحنا قلنا عليها قبل كده فبالتالي نفضل في المكان اللي إحنا فيه في الوقت الحالي لحد ما الدنيا تبان والدنيا تهدى شوية وإن شاء الله الأمور تبقى أحسن بعد الانتخابات بالنسبة للإقامة العقارية علشان مثلا فيه ناس عشان السؤال ده نتسألته على فكرة طب ما يمكن حد مثلا يبقى لنا الشقة كي هي بمبلغ أصلا أقل يقوم رفع لنا الثامن لـ 75 ألف دولار علشان خاطر يقل لنا عشان تاخدوا الإقامة عليها أو هو يعملها بطريقة من طرق النصب يعني هو اللي يقوم معل السعر لـ 75 ألف دولار مش هينفع الموضوع ده على فكرة إحنا علشان نشتري شقة بالمبلغ ده أصلا أو ناخد الإقامة على المبلغ ده أصلا لازم فيه حاجة اسمها التخمين التخمين ده بيبقى حاجة تبع الطابو بييجي بيقيم لك الشقة وغالبا يعني أو دائما هما بيدوا سعر أقل من 8 الشقة فأساسا لو هي شقة كمان يعني قيمتها أقل كمان من المبلغ ده هي هتاخد أقل وأقل كمان فمتخيلين فهو مش هينفع إنه هو يجيب لنا شقة بقيمة أقل ويرفحنا لإن التخمين هيجي ينزلها أكتر وأكتر فمش هينفع إحنا عشان ناخد إقامة على المبلغ ده أصلا لازم نشتري الشقة أعلى من 75 ألف دولار وأعلى من 50 ألف دولار شملة ضرائب تمام؟ هي بتبقى شملة الضرائب لكن إحنا ممكن لو مثلا الشقة تقيمت بمبلغ 70 ألف دولار حتى عادي ممكن ناخد عليها الإقامة مش يعني ممكن بيعدوها على الخمس تلاف دولار دي لو وصلنا الخسبين ألف دولار في التقييم بيدونا عليها الإقامة العقارية عادي فحتة إنه هما هيتحكوا علينا لا مفيش الكلام ده دي حاجة الحاجة التانية إن إحنا كمان فيه علشان إحنا ما يتحكش علينا عموما في شراء شقة وناخد عليها إقامة في تركيا في مواقع للشواء زي مثلا صاحب الدن ممكن نخش عليها ونشوف المنطقة اللي إحنا فيها أو اللي إحنا بنشتري فيها دي نفس شكل العقار ده بنفس المواصفات بتاعته بتتبع بكام علشان نعرف رنج الأسعار اللي ماشي في المنطقة وبالتالي إن شاء الله ما يبقاش فيه عملية نظر وطبعا إحنا بنسأل أكتر من حده وعلى فكرة يعني ما شاء الله الناس كلها دلوقتي لما بتيجي بيتروح لواحد واثنين وثلاثة مش بتبقى ملتزم مع واحد بس يعني بيروحوا مع الواحد واثنين وثلاثة وبيعرفوا الأسعار اللي موجودة وبيلفوا وبيفهموا كويس جدا يعني ما شاء الله فحيطة النصب دي لا خلاص يعني ما فيش مش هينفع في الموضوع نصب سواء بالطريقة دي أو بالطريقة دي زي ما قلت الحضرة وياريت يا جماعة يعني الناس اللي هي عايزة تيجي تركيا حاليا تتبع الكلام اللي أنا قلته في الفيديو ده أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع بتاع الإقامة السياحية مفتوحة أو مقفولة والكلام ده تاني اللي إذا صدر شيء جديد لكن عايزة أقول لكم اللي قادر دلوقتي إنه هو ييجي ويشتري شقة بأقل عادي من السعر ويعمل عليها الإقامة السياحية أو يعمل تأسيس شركة أو يشتري شقة في الإقامة العقارية ييجي لأن هم دول اللي إن شاء الله هياخدوا إقامات لكن اللي هييجي يقدم على إقامة سياحية وهو مش موقفه مدعم بحاجة من الحاجات دي نسبة الرفض فيه ليه هتبقى 99% تمام؟ حتى لو مستوفي الشروط كاملة أنا بقولي الكلام ده علشان أنا خايفة عليكم مش علشان أو مش عايزة حد إنه هو يرمي فلوسه في الأرض في الفترة إنه هو ييجي ويجي بأسرته ويجي يأجر شقة ويجي وكمان عايز أقول حاجة اللي ييجي يأجر شقة هنا يأجرها مفروشة علشان لو حصل إنه هو اترفض يبقى خلاص كده إنه هو يبقى سهل إنه هو يسيب الشقة ويمشي ما يبقاش لخم نفسه وبعافش وصرف فلوس أكتر إحنا عايزين نقلل خسيرنا الناس اللي بتسمعني من زمان وسمعت فيديوهاتي من زمان كانوا عارفين إن أنا كنت بشجع أي حد إنه هو ييجي تركيا وبقوله توقل على الله وتعالى وأرزاق على الله وما تشيلوش هم طالما بنعمل صلاة استخارة وبالله الأمور ميسرة خلاص مفيش مشكلة لكن في الوقت الحالي فعلا الأمور صعبة وأنا مش عايزة حد إنه هو ييجي ويرمي فلوس في الأرض الناس تحسبها كويس جدا وتفكر كويس جدا واللي يقدر إنه هو يعمل حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها يعملها علشان يقلل خالص فرص الرفض بالنسبة له إن شاء الله ربنا يسر للجميع أحواله ويقدم للجميع اللي فيه الخير بإذن الله لكن آخر مرة بقول علشان الكلام اللي على السوشيال ميديا الإقامة السياحية ما توقفتش وتقدروا بكل سهولة تتصلب 157 وتسألوهم عن الكلام ده يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي أول مرة يشوف القناة يساعدني باشتراكه ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات مصرية بورس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر